موسيقى تعتبر نزافة المدينة وشوارئها ومجاريها المائية من أهم أولويات أمد الدوائر العشر وعمدة بلدية عن جمينة وعليه قد اطلقت عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبدالله عملية تصريف مياه الخريفة إلى البرك والمستنقعات الخاصة بتجميع المياه ومن سمى صرفها عبر محطات ضخ وتصريف المياه خارج المدينة بغية السماح لسكان الدائرة التنقل ومزاولة أنشطتهم على الوجه المطلوب وكما يقول المثل عن نظافة مسؤولية الجميع فقد ساهم الأديد من سكان الدائرة في عملية النظافة واستصلاح الشوارئ كما أكدوا وقوفهم الدائم بالجانب البلدية لتحقيق الأهداف المنشودة ونشر إلى أن مثل هذه العمليات تساعد كثيرا في نظافة الدوائر وكذا الوقاية من الأمراض التي تسببها المياه الملوثة والراكدة الأمر الرئيس ما نابوه وتعليمات مشاتهم ما يشيني سوه فجور عشية وفي الليل قاعدين نخدمه والحمد لله من يوم الرئيس الأنتانا دا الترازم الرسماء داو شفتوه شن الوساخة والأردير بالتراكتير هنا وداو الحمد لله كومين حقين دي ما اندها مشاكل الكانيفيات كلها أديلة بس فد الشيء الشعب عن الترازم الرسماء هم من بنيتهم وأنا أنتاتهم ذاتا مساعدة للشعب أنا الترازم الرسماء أنتاتهم عشان للكيراج لبهيلي دوم المدية ذاتا بيكت قسيرة ورسات في الترازم الرسماء دا الترازم الرسماء ما عنده أي رسات داخل كما في إلا دنبلو والسوق الكبير دا كل مرة نوري الميري كبير بتشيلها بدل تنتيني واربين في المهات الأوتلات الكبار الميري تشيلها بدل تنتيني سوزان بورسا ما بيقي أنا قال نوري للشعب هكي هنان كومين هنطرازهم خلي نكون كل نسوا خليل كومين هكينا تكون نظيفة والخريف كانجا خليل كانيفيات داني ندفوه هنين سيادة اشتركوا في القناة